قالت الصين إن قطعا كبيرة تفتتت واحترقت من محطتها الفضائية متوقعة أنها ستنهار على الأرض خلال يومين وطمأنت الصين العالم بقولها إن القطعة لن تلحق أي ضرر بالأرض وإنها ستكون كألعاب نارية في السماء حسب وصفها وستشكل عرضا مذهلة يشبه الزخات النيزكية وضحت السلطات الصينية وأنها على اتصال وثيق بالأمم المتحدة وبمحطة الفضاء الدولية في هذا الشأن مشيرة إلى أن حطام المختبر الفضائي سيدخل الغلافة الجوية اليوم أو غدا ولا يمكن تحديد جهة سقوطه